يعتبر الامريكيون ان الاقتصاد في مقدمة اهتماماتهم بنسبة 77% وكلما اشترى ناخب وقودا او سلعا من المحلات يشعر ان الاسعار ارتفعت واستغل الجمهوريون الامر ووضعوه في صلب حملتهم الانتخابية خلال هذه الجولة الماديانية في مدر برنسلفينيا سألنا اصحاب المطاعم والمحلات التجارية عن سير الاعمال وسمعنا كلاما مختلفا صاحب هذا المطعم في هاريسبورغ يقول ان العمل جيد سير العمل جيد جدا كان افضل قبل الجائحة ولكننا نعود الى الحركة التي كانت من قبل المثير للملاحظة ان صاحب مقهى اخر في درسبرغ بنسلفينيا اشار الى الامر الذاتي والرأيان يتناقضان مع حملة الجمهوريين في الانتخابات الحالية الاشغال تسير جيدا بعد الجائحة خفضنا ساعة العمل كثيرا ولدينا عمال اقل ولكن على الرغم من خفض ساعات التشغيل الا ان الدخل جيد المثير اكثر في هذه المسألة ان اصحاب المقاهي والمطاعم يعانون من ندرة اليد العاملة وطلب العمال اجورا اعلى العمال يطلبون اجورا اعلى وهذا صعب تلبيته ولدينا صعوبة في ايجاد العمال الوضو ليس سيئا ويمكن ان يكون افضل ولكن الامور ليست سيئة وبين رسالة الجمهوريين للناخبين باختيار ورشحين يرفعون عنهم اعباء موجة الغلاء ورسالة الديمقراطيين بان الرئيس بايدن يقوم بكل ما في وسعه لمواجهة مشكلة لم يتسبب بها يبدو اصحاب الاعمال غير اكدين من تصويتهم وربما يريدون الابتعاد قليلا عن النقاش السياسي المرسو الامر المهم لديه هو عدم سن قوانين واجراءات تتدخل في سير عملي مثل ضبط الاسعار وشؤون التوظيف ما نريده ان يتركونا كي ندير مصالحنا بحسب السوق التضخم مشكلة كبيرة ضربت الاقتصاد الامريكي منذ اكثر من عام يحاول الجمهوريون القول ان هذه المشكلة تسبب بها الديمقراطيون ولكن اصحاب المحلات الصغيرة الذين تحدثنا اليهم لا يعتبرون ان هذه الرسالة الجمهورية بالفعل تؤثر عليهم لان اعمالهم لم تتأثر كثيرا بهذا التضخم فيرغنم الحرام من بيتسبورغ